مرة تانية رجعت لكم ومبارح الحقيقة في نهاية الحلقة انا خدت خبر كده على السريع بسبب دي الوقت وكنا اتكلمنا عن فكرة عودة العمليات الارهابية مرة تانية وكنت قلت اللي حصل في سينا واللي حصل اول مبارح وبيروح يعني شباب في عمر الورد ربنا يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء ان شاء الله ويصبر اهليهم وبعد الحلقة على طول برضو فجأت ان فيه خبر تاني وهو خبر وفاة اربعة من الشرطة المصرية اللواء منتصر عبدالنعيم واللواء احمد موحي واثنين مجندين المجند احمد صديق والمجند سعودي شعبان لكن دول يعني توفوا في حادث مروري ده يعني حسب الكلام المنتشر لان انا عندي رواية اخرى ان بعد ما كانوا مشتركين في احدى العمليات بيطردوا واحد من الاشخاص في اسوان حصل انقلاب بالسيارة بتاعتهم في رواية تانية منتشرة على السوشيال ميديا ان بعض الاهالي هما اللي خرجوا وتسببوا في هذا الحادث بسبب ان هما كانوا ضد فكرة القبض على الشخص اللي كانت القوة دي رايحة انها تقبض عليه القصة بدأت من كام شهر تحديدا دي قصة يعني تانية غير موضوع اللي احنا نتكلم فيه بس حب ان انا اطلعكم عليها عشان بس تبقوا عارفين الوضع في مصر ازاي وزاي النصاب بيقدر انه يستغل احتياجك ويستغل احتياج الشخص اللي قدامه ورغبته في انه يحقق مكاسب وصرق في واحد اسمه المستريح ده اللي هو طلعت عليه القصة من فترة واللي كانوا امبارح لوقات الشرطة والمجندين الله يرحمهم في محاولة للقبض عليه الشخص ده ظهر من كام شهر كده في اسوان قوله بالسبحة وقال لهم ان انا ده الرواية كده فعلا زي ما بيقولوها شهود من اسوان ان انا ابن ولا حفيد السيدة زينب وربنا بعتني ليكم عشان اساعدكم وقف جنب بلدي واهل بلدي والكلام اللي انت فاهمينه دوتو للوقت لابس سبحة في رقابته وفي ايده وحاجات كده ما انه في الاساس هو وقت تكتك بس انا معرفش ازاي قدر انه ينصب على الناس النصب ده كان بيعمل ايه بقى الاخ المستريح ده حتى اسمه في نصب مستريح نصب كده ما تعرفش ازاي يروح يشتري منهم المواشي مثلا انت عندك المشيه دي او العجل ده بكام فيقولو مثلا بخمسين الف مثلا فيقولو لا ده انا هشتري منك بخمسة وسبعين الف بس هدفعلك بعد واحد وعشرين يوم وكأنها بركت ربنا هتنزله عشان يدفع للراجل السعر باكتر من ثمنه برقم محترم بعد واحد وعشرين يوم وبالفعل اخد من الناس ماشية كتير وكان بيروح يدفع لهم الفلوس بعد واحد وعشرين يوم فعلا وبدأ الموضوع انه يبقى حاله انت ممكن تبع له بتمن اكتر من الثمن زي ما قلت لكم مثلا اشتري منك حاجه تسوى خمسين بخمسة وسبعين وبعد الواحد وعشرين يوم كان يجبلك الخمسة وسبعين انت كنت تاخد منه الخمسة وسبعين وتروح تشتري نفس الحاجه اللي انت بعتها بخمسين وبخمسة وخمسين فبقى حاله والناس كانت بتتهافت انها تبع له اللي عندها وتدي له اللي عندها لغاية لما قدر انه يجمع خمسمائة مليون لما فلوس القرية كلها وهنا تدخلت بقى الشرطه وكانت بتلاحقوا عشان تقبط عليه وحصل بعدها الحادث اللي قده لوفاة اللواءات والمجندين بعد ملاحقته انا معرفش يعني هي الناس كانت سكتة كل ده ازاي الناس مش مسدقه انه نصاب الدوله فين اسم الشرطه اللي اكيد دي المعلومه عنده كنا مستنيين ايه لما يسرق وياخد المبالغ دي من محافظه واحده كتير الحقيقه دي قصه المستريح ودي قصه اللواءات اللي ماتوا امبارح في الحادث ده او استشهدوا امبارح عشان بس محدش يقولي ايه انت بتنققوا الكلام ده استشهدوا امبارح في الحادث ده امبارح في الحادث ده امبارح في الحدث ده امبارح في الحياس امبارح في الحادث امبارح في الح beneficial Occل�arme امبارح لعمبي ايه وевидين فقط